احنا بنتكلم على حادث تسببت فيه المولدات واجهزة التكيف في النهاية اللي راحه مصري في النهاية جزء من اللي راح عيالنا عيال زغيرين في الحضلات واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجهات واضحة للهيئة الهندسية لقوات المسلحة بتولي عملية الترميم والاصلاح لكنيسة الشهيد ماري قولقس ابو سيفين واللي تعرضت لحريق كبير النهاردة راح ضحيته رحمة الله عليهم جميعا يا رب واحد واربعين شخص واصيب اربعتاشر تانين